تعالى بقى أنا كنت بقولك على إزاي الشركة المتحدة عملت تعاون مع وزارة التربية والتعليم ومع وزارة الثقافة من جهة علشان المصرح المدرسي وإنه هذا التعاون اللي تعامل علشان إحياء المصرح المدرسي مرة تانية والمزيد من الدفع لإطلاق المواهب الفنية من خلال المدارس المتحدة ما سكنتش أو ما بتسكتش لأن هي بدقة لو تفتكروا من أيام ما كنا بيتعامل الموسم الأول لبرنامج الدوم وبتطلق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أول حلقة بقى من الموسم التاني للدوم بكرة إن شاء الله الساعة 11 مساء على قناة دي أمسي وبتستمر المتحدة في هذا العمل شديد الأهمية ليه شديد الأهمية؟ أنا هرجع أقول لك تاني يا عزيزي المشاهد يا عزيزتي المشاهدة مصر أقوى بكتير مما نتصور إحنا كمصريين ودي مشكلة لأن إحنا لازم نعرف حجم قوتنا إيه ومما يتصور الجميع حوالينا في كل الدوائر وخد بالك أهلينا وأشققنا عارفين قوتنا قد إيه ومقدرين هذه القوة على رأسها ما نطلق عليه دائما التعبير الشهير الرائج القوة النعمة بص الثقافة والفن المصري الثقافة بشكلها العام يندرج جواها أو تحت مظلتها كل أنواع الفنون هي الأقوى على الإطلاق لأنها ثقافة شديدة العمق عميقة الفلسفة كمان وما هياش مجرد حالة شكلية أو حالة قشرية خالص يعني فاكرين لما الأسبوع اللي فات كنا بنتكلم على أهم 200 فنان مؤثر على مستوى العالم أم كلسو طلقت رقم 62 على مستوى العالم في عموم البشرية على اختلاف الأجيال حتى هذه اللحظة مصر فييجي برنامج الدوم علشان طول الوقت يكتشف لك مواهب على اختلاف أنواعها مزعين موجود مطربين ومغنيين ومؤديين موجود خبلك الغناء غير الطرب غير الأداء موجود استعراض موجود تمثيل موجود نجاح كبير جدا حققوا الدوم في الموسم الأول ودايما بالمناسبة المواسم التالية على الأول بتكون أكثر نجاحا ليه؟ أي حاجة في الدنيا أي حاجة في الدنيا يعني فيه أخ فضل ألماني كده اسمه فون براون ده اللي اخترع السواريخ هو أنت متصور أنه أول صاروخ عمله فون براون زي تاني صاروخ أو تالت صاروخ طبعا لا التاني والتالت والرابع الأجيالة المتعقبة دي أقوى لأنه احنا تعلمنا حاجات من أول إنتاج فأول موسم بكل النجاح اللي انت شفته واللي الكل بيتكلم عليه لا ده انت توقع الموسم التاني أكثر نجاحا وتقلقا وهتلاقي إن فيه حد من المواهب اسمه كروان حتى اسمه حلو برضا كروان حجاج لفت الأنظر بشدة كروان لموهبته في الموسم الأول أهو آه دي كروان إزاك يا كروان إزاك ده صوت موزيع ده يا جماعة مش صوت حد ده عامل إيه أخبارك إيه الحمد لله لو لو أنت هتخش علينا بالبيز هخش عليك ببيز أعلى أوعى لا والله حبيب يا كروان يا أخي بنكشك بأذر معاك أخبارك إيه كله تمام الحمد لله ده أنا عايز أعرف تجربتك مع الدوم إنت إيه اللي خلاك خدت بعضك ورحت وحكي لي الكواليس اللي بتجرى جوه وقول كده وخلي قلبك جمد وما يهمكش حاجة خلاص أنت تقلقت بص الدوم ده كان يعني بالجد هو موضوع موضوع ومسألة كبيرة قوي قوي بالجد وهو برنامج مهم جدا جدا بصن في مصر إحنا كنا مفتقدين إن إحنا يبقى عنده حاجة في مصر أصلا بالشكل ده أنا كنت رفض أساسا مبدأ أنا أقدم في مسابقة وكده أما أجد خطبتي وقالتلي إن في حاجة في مصر بتعمل الدوم ولازم تروح وفضلت طبعا في الأول تلح علي جامد إن أنا أروح وأقدم كنت رفض بعد كده رحت بصراحة وكنت فاكر إن الموضوع هيكون بسيط يعني بتفرر الموضوع هيكون صغير مش بالضخامة دي و بالحجم ده بصراحة بس لما روحت ودخلت لقيت الموضوع بتعامل بجد بشكل كبير جدا جدا على أكمل وجه بكل تفصيلة حقيقة كل تفصيلة مهمة وكل حاجة بتتعامل بجده بإخلاص والبرنامج ماشي بجد بجد بكل جدية فكان لها الشرف طبعا إن أنا أكون جزء من حاجة كبيرة وضخمة زي دي في مصر طبعا طيب ده رائع جدا اللطيف في الموضوع إنه خطبتك إليك بيتحمسك يعني عادة البنات والستات في الحلال زي كده تقول لك لأ بص روح اشتغل في شركة كده وضبط نفسك وإقبض مرتب حالو وبعدين موضوع الغنى ده هنبقى نشوفه يا حبيبي ايو فعلا بس هي عملت العكس لا هي بصراحة داعم هي طول الوقت وغير اللي صحيتني أساسا غصب إن أنا أروح قد أنا كنتش عايز أروح فلا هي كسبب أساسية زن 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 ما بيش أزار هي طول الوقت بصراحة داعم ليه طيب كويس جدا طيب وإنت في خلال التجربة بتاعت الدوم والمنافسات اللي بتجرأ إنت كنت متصور إنه إن شاء الله إن شاء الله والحمد لله طبعا إنه ربنا يعني يوفقك لهذه الدرجة أكيد ممكن أطلع مرة مرتين وهقول يروح وكده بقى إيه أبدأ أنا أشوف وظيفة لا هو كل واحد يعني أنا كنت رايح من جوايا بقول إن أنا أنا رايح داخل عشان أعايز أكسب إنما هاوصل لفين دي يعني هاوصل لفين أو هبقى فين دي طبعا جات بجوايا خوف إن أنا فيه منافسين كتير وفيه أصوات كتير حلوك مرعوب جدا 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 من المنافسة أساسا فوصلت الفين دي طبعا كالتوفين من ربنا ومبسوط جدا جدا باللي وصلت له والبرنامج فعلا حتى إيه اللي ماكسبش يعني هو برضو كسب من البرنامج ومن الناس والناس عرفتنا وصلنا للجمهور بشكل يعني ما كانش بالنسبة لي بالذات خلاص هو دا الهدف لأ حتى اللي ماكسبش بالنسبة لي لأ برضو كسب جمهور وكسب إن احنا الشركة المتحدة برضو لحد الوقت ما سبتناش وهي دايما معنا يعني ومين اللي سمت كروان؟ اللي سماني كروان بابا يعني هو كان بيغني أساسا بس هو صاحب الاختيار جات صدفة بقى جات صدفة بس سبحان الله سبحان الله ربنا أراد كده هو كان بيغني أساسا أنا عرفت الحكاية دي دا حقيقي عرفت كده كويس طب قولي بقى كروان السؤال اللي بعده انت مين أكتر حد كان صعب في لجنة التحكيم؟ أو في لجان التحكيم؟ والله يبص هو وقفت ان انت أصلا دلوقتي في اختبار دي في حد ذاتها صعبة جدا جدا طبعا كل الناس اللي كانت موجودة من لجان التحكيم طبعا نظار جدا وقامات كبيرة جدا من العالم الفن وفعلا حقيقي كانوا يخدوا طبعا اي حد يقف ومسرح الدوم أنا أعز أقول لك معلومة عن المسرح الدوم نفسه أنا يمكن على مدار حياتي طبعا غنيت على ستيج كتير بس ستيج الدوم صعب جدا جدا للقف عليه كان أصعب للناس يعني أستاذ عمرو مصطفى كان زاكي جدا وضقيق في اختياراته فده كان مديني شوية تقلق كده بس الحمد لله عجبك آه عمرو نمكي أصله برضو نمكي نحب يوقع عمرو جدا 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 وطيب بالمناسبة جدا يعني جدا جدا طيب والسؤال بقى اللي بفكر فيه برضو معك بصوت عالي انت تشجع الناس انها تخش التجربة وتخود وتدوس ولا تقول لهم يا جماعة التجربة دي صعبة لا لا أكيد هي في كل الأحوال هي حاجة صعبة بس صعب هيوصلك لحلبك صعب مفيش حاجة بتيجي لسهولة طبعا صعب هيوصلك لهدف انت عايز تسعاله طبعا الدوم حاجة مهمة جدا جدا وحاجة تساعد اي موجوب انه هو يوصل سواء كمل للنهاية او ما كملش او انه ظهوره بس من خلال الدوم ده في حد ذاته نجاح طبعا بشجع كل سنها تقدم وان هي تروح الدوم يعني خرصة كبيرة لأي حد وان كلنا بنتمناها كل التشجيع ليك يا كارهولد ده وكفاء انه هو البرنامج الوحيد المصري اللي قدمنا يعني وبيقدم الموايب المصري لا وبعدين نخلي بالك هو مش بس برنامج مصري احنا بنتكلم على انتاج ضخم جدا بنتكلم على امكانيات كبيرة جدا وبعدين ما بينقصين يعني انا دايما اصلا انا توصف بالتحيز لمصريتي يعني بس خد بالك انه هو مين اجمد من المصريين في اللي جان التحكيم بانواعها المختلفة اللي ممكن يقيموا مواهب مختلفة سواء اذا كان غنى غير الغنى يعني مين اجمد مننا طبعا طبعا وفي حد داخل مدكره لا مفيك طبعا احنا لا لا طبعا احنا مصر بجد بجد حقيقي هي بلد المواهب وهي بلد ثقافة انا بشوف لحد النهاردة انه اجمد اجمد اصوات بجد واجمد مواهب طبعا مثلا على العموم سواء في الغنى او في التمثيل او في اي حاجة ده حقيقي من قلب المواهب اللي هم اصحابي بشوفهم انا بشوف ناس فعلا فعلا ما بنشوفهمش حتى في اي دول في العالم تاني صحيح صحيح وطبعا يعني احنا بنشكر استاذ محمد السعدي اللي هو اتحلنا الفرصة دي وبتحلنا دايما ان احنا كمان نطلع مواهب جديدة ونشوف مواهب جديدة ودايما في ظاهرنا طبعا انت اتعملت مع سعدي او لا او خدت بالك سعدي بيتحرك ازاي في العمل اه خدت بالك قد ايه تفاصيل طبعا طبعا تفاصيل تفاصيل التفاصيل اكيد اكيد مزهم كل صغيرة وكل كبيرة هو مركز فيها طبعا رهيب مفيش حاجة بتعدي كده كل حاجة بتكون بتفاصيلة وكل حاجة لازم تكون بالمسطرة زي ما اوي اوي اشكرك يا كروان مرة تانية كل الشكر ليك وسلامنا للوالد ارجوك كل الشكر ليك يا كروان كروان حبيب واحد من مواهبنا الرائعة اكتشافات برنامج الدوم علشوك علشوك